السلام عليكم ورحمة الله استمنارنا النهاردة هيكون عن Retention في الأورث دونكس استمنار تحت إشراف الأستاذ الدكتور أحمد حافظ وتم عمله بواسطة الطبيبة إسنغيلي والطبيبة شيماء سعب وظالمة الدراسات العالية أمان عبد القادر الليكشور أوتلاين هيتكلم عن Definitions ويقلخوزة أوبريلابس Holy schools of retention with theories of retention with types of retention وهنتكلم برضو في جزء عن Retainers بأنواعها المختلفة وآخر جزء من السمنار هيكون عن Case Considerations Will Absolute وحل الاستابلتي absolute or not وبالمناسبة السمنار هيكون منقسم على جزئين هيكون في جزء Part 1 لحد نهاية Retainers وفي Part 2 من أولي Case Considerations Introduction It is important to remember that one of the greatest problem in orthodontics is rebound من أكتر المشاكل اللي بتقابلنا في الأرثو هي الـ Relapse بعد ما بنبذل إفرس كبيرة جداً في الكيس بتاعتنا من حيث Diagnosis و Treatment Mechanics اللي احنا بنعملها بنتفاجئ بعد كده إن بيحصل الـ Regularity مرة تانية أو الـ Relapse للكيس بشكل يمكن بعد خلاص أنا خلاص فعلشان كده احنا بنعتبره من أكتر المشاكل اللي بتقابلنا وبنأكد بنقول إنه Retention planning must begin with the diagnosis of the patient لأن الـ Retention ده حاجة مهم جداً يعني ما ينفعش إن أنا أسابها لآخر treatment plan أو بعد ما خلص أبقى أفكر فيها لا لازم أفكر فيها من أول خطوة لازم أحسب حساب كل Mechanics أنا بختارها لازم إن أنا أرفع الـ Level بتاع الـ Stability في الكيس بتاعتي وعمل وفي الآخر بقى خلص يبقى في جود selection الـ Retention لما تعرف عن طريق ميور فقال إنه maintaining a newly moved teeth in position long enough to aid in stabilizing the correction وبالعكس هيكون تعريف الـ Relapse إنه هو loss of any correction achieved by orthodontic treatment الـ Causes of Relapse جمعناها من مصدرين المصدر الأول هو Art & Science والمصدر الثاني 1001 كل واحد فيهم عرضها بصورة يعني ممكن مختلفة ولكن كله بيكمل بعضه الجزء الخاص بـ Art & Science هنشرحه بالتفصيل أما الجزء الخاص بـ 1000 هنعرضه في السلايد الجاي 1000 لما تكلم عن أسباب الـ Relapse هو شمل الأخطاء من أول خطوة في الحالة من أول ما بستلمي الحالة من أول Diagnosis لحد آخر خطوة خالص يعني مثلا لو فيه Incorrect Diagnosis Incorrect Space Closure Insufficient Rotation Correction لايك أفروض بلا لازم Incorrect Retention Methodology أو أي خطأ في الحالة من أول خالص لنهاية لحد حتى أنا بعمل Bonding Fixed Retainer لأي إرور في الموضوع ده أو متعملش بشكل كويس هيعرضني لـ Relapse أما الأسباب من وقت نظر Art & Science بدأنا نتداولها من أول حاجة خالص اللي هي البردومة Legement Traction طبعا كلنا عارفين أنه التوث بتكون موجودة في البون وبيكون عاملها إيه فيه Legaments بتكون موجودة حوالدها ولما بيحصل أي توث Movement الليجامس دي عايزة نحصل لها Elastic Recoil وأنها ترجع تاني في مكانها الأصلية علشان كده لازم يكون فترة كافية من Fixation أو Retention ليه علشان أسمح أن الليجامس دي حصل لها Reorganization أو Re-Adaptation على A New Position We Studies Have shown that In principle fibers They organized in about 4 weeks time في حين إن Sobra Alveolar Gingival Fibers On the other hand Take as much as 40 weeks To rearrange وده بيفصل إحنا ليه بيبقى فيه عندنا فترة Retention طويلة وكابلاي Part للجزئية دي فبنتكلم عن Sobra Crystal Fibrotomy في حالات severely rotation لما بتكون بقاستنة Rotated جدا وإنا صلحتها فتخالي الليجمس بتكون مشدودة جدا فبيكون إحتمالية الرلابس عالي قوي وعلشان كده بنعمل circumferential Super Crystal Fibrotomy واللي هنستعرضه بشكل فيه جزء من التفصيل في Part 2 من السمنار السبب الثاني اللي هو Relapse Due to Growth Related Changes إن الpatients اللي بيكون عندهم Skeletal Problems زي Associated with Cloth 2 أو Cloth 3 أو Open Pite أو Deep Pite ما الأوكلوجين بعد ما بنعالجهم المشكلة ببقى في Continuation Abnormal Growth Pattern After Orthodontic Therapy يعني إحنا دايما بنقول إن في حالات Growing بيبقى في Better أنه المتحكم في أنا ممكن أن يكون عليك المتحكم بس في باترن بيتند أنه يظهر كل شوية ويدومين كل شوية فعلشان كده حالات Growing لو أنا خلفتها بدل وليس في جراز شغال يبقى لازم ينفل up يكون كويس جدا ولازم retention بتاع يكون برالون جدا البون Adaptation فكرته بسيطة خالص إنه Tooth أثناء Tooth Movement بيبقى البون المحيط بالسنة بيكون Light لكالسفار Asteroid Blue وده بيكون نسبة إنه سنة تحرق فيه أسهل وسنة إنه يحصل لها ريلابس برضو بتكون قعب المسكولار فورسز واللي يمكن مهمة جدا إنه نأكد عليها في الكلام لأنه إحنا مش بنتعامل مع dentition فقط إحنا بنتعامل مع zone كاملة في عندنا dentition في عندنا مصولز لازم إنه dentition تكون في zone of balance يبقى فيه harmonization من جميع النواحي عشان ما يحصل لبس يعني إحنا في عندنا ستويتوش بتعامل معه ومصولز بتعامل معا في عندنا لبس وشيك وطان لازم إننا أكون بالانس وهارموني بين كل الحاجات دي failure to eliminate the cause وده قاعدة ذهبية في الطب كله إننا لو مشلتش السبب في المشكلة أكيد المشكلة هتفضل ضهراء بمعنى إننا لو الاكتبايشنت مثلا وكان السبب فيها حبط وأنا ما تعملتش مع الحبط late anterior crowding وده يعرضنا للرابس في حين إن الدراسات الأخيرة وaccording لآخر systematic review الترافع سنة 2014 اللي كان شايف لأنه يعني عند دراس شافة من الثرد مول extraction to prevent anterior tooth crowding أو post-graduate أو sorry post-authentic relapse is not justified أبسل الآن زائل إن واجد وإن في حالات كمان بيكون فيها congenitally messed مولر ومع ذلك بيحصل late anterior crowding فبيكون السبب الأكثر منطقية أو التفسير للحيدي هو late anterior growth late mandibular growth role of occlusion أكيد الأوكولوجيا مهم جدا في الاستبيلات بتاعة الكيس وأكيد لو حصل أي مشاكل في الأوكولوجيا من لو فيه مثلا clenching أو grinding أو biting أو lip biting habits أو لو أنا قفلت الكيس ثالتي والأوكولوجيا متائية مش كويس هيعرضني للrelapse schools schools of retention في عندنا أربعة schools بيفصروا retention نبدأ بأول سكول occlusal school تكلم according to gainsley شايف أن proper occlusion هو key factor undermining the stability of a newly مفتيث apical apical base school لما جاء أليكس لونستروم سنة 1920 في منتصف تقريب من الفترة الحقبقي وشايف أن apical base مهمة جدا جاء بعد ومكولي وصجدت that in intercrine with intermolar width should be maintained as originally presented to minimize retention problems ولما جاء بعدهم ننسى أكد أن l'arch length may be permanently increased only to a limited extent mandibular incisor school كانت accordingly غريب the trees اللي شايف أن post-treatment stability was increased when mandibular incisors were placed bright or slightly reclined over basal bone musculature school according to Rogers اللي كان شايف لازم يكون عندنا high consideration to the necessity of establishing proper muscular pattern or parents retention retention theories theory number one giths that have been moved tend to return to their former position with regard to reason must inclination agree that the toes should be held in their correct position for some time after changes are made in their position theory number two elimination of the cause of mal occlusion will prevent recurrence وده اللي قلناه بالتفصيل في الكوزيسو بريلابس theory number three malocclusion should be overcorrected a common practice of many orthodontists to overcorrect the class to malocclusion into an edge to edge inside the relationship theory number four proper occlusion is an important factor in holding teeth in their corrected position وده اللي برضو اتكلمنا عنه اهمية الا occlusion احقق proper occlusion بساعد جدا في لسيبالتي بتاع الكاس theory number five bone and adjacent tissue must be allowed to reorganize around the newly positioned teeth وده برضو اللي احنا اتكلمنا عنه في اول سبب من اسماب الريلابس بخصوص البردومتال ligament traction والبون supporting theory number six if the lower incisors are placed over the basal bone they are more likely to remain in good alignment وبخصوص ال lower incisor فيه يمكن هنعرضها بتفصيل جدا والتفصيل الشكل مفصل في part two ايه هي الكريتيريا اللي هتوصل لل lower incisor انها تكون more stable theory number seven corrections carried out during periods of growth are less likely to relapse لان طبعا اكيد early diagnosis with treatment planning appeared to afford several advantages with regard to long term stability لان انا لما ببدأ في حالة الجوف انا كده بمنع progressive irreversible tissue او money change وبقدر ان انا اعمل maximizing the use of growth and development with concomitant tooth eruption وبسمح بحاجات كتير theory number eight تكلم عن الارش form particularly mandibular arch can't be permanently altered with applying therapy when treatment should be directed toward maintaining الارش form represented by malocclusion as most as possible وما كلي سنة 1944 law has been stated in sense these two mandibular dimensions molar widths will canine widths are of such an uncompromising nature one might establish them as fixed quantities and build arches around them theory number nine the further the teeth theory number nine the further the teeth have been moved the lesser the risk of relapse the further the tooth have been moved the lesser the risk of returning into the original position theory number theory number eight many treated malocclusion require permanent entertaining revive the theory moves subsequently added by Moyers clinical applications of retention retention planning was divided into three categories limited and moderate and permanent or semi-permanent limited retention أو المثال من الدرابه هو الانتيري crossbite when adequate overbite have been established ثاني مثال هو البosterior crossbite when axial inclination of posterity remain reasonable after corrective procedure have been completed ثاني مثال هو dentition that have been treated by serial extraction will percentage of complete satisfaction secondary to extraction and autonomous eruption alone is typically rather low and depends on the degree of perfection desired by the patient and orthodontist وآخر مثال هو الهي canine extraction cases moderate retention class one non-extraction cases characterized by protrusion and displacing of maxillary incisors class one or class two extraction cases especially through extraction cases in that the maxillary incisor can be retracted so far to be unstrained by laborator or to impinge on the space occupied by the time before treatment c c corrected deep over pipe in class one or class two malocclusion usually require retention in a vertical plane and for to pipe on maxillary retainer is desirable pipe plane should be worn continuously for perhaps the first several months including while the patient is eating d early correction of rotated teeth to their normal position perhaps before root formation have been completed e cases involving ectopic eruption of teeth or the presence of supernumerary teeth f the corrected class two malocclusion generally require extended retention to allow for the adaptation of musculature permanent or permanent retention be 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 a example with permanent retention is cases in which expansion has been the choice of treatment particularly in the mandibular arch then patients who are in mandibular arch as we said in the first that we don't have much in intercrime or intermolar width so if expansion in the retention permanent permanent and example number two is cases of considerable or generalized spacing may require permanent retention after space closure has been completed and the last thing is permanent retention for life and the permanent retention for life now we're talking about retainers so we start with the retainers that help in maintaining and stabilizing the position of the single tooth or a group of teeth to permit organization supporting structures what are the requirements of any retaining appliance ? موصفات طبيعية جدا انه طبعا لازم يريئي من restrain h-tooth in direction of relapse لازم يسمح بي برضو physiologic manner او يعني يجوز من movement function activity يكون self-cleansing يكون inconspicuous disposable ويكون strong enough to bear the rigors of day to day usage classification of retainer تأستمت تأستمات كتير من اول active and passive ممكن تبقى fix removable metal incorporated or old metal or metal free ممكن تبقى visible or clear or invisible ممكن تبقى pre semi-permanent or permanent retainers ده mind map كده او تصنيفه وتأسيمه لهم نتكلم اول حاجة عن fixed retainer اكيد هي retainers بتكون fixed or fitted that can't be removed or reinserted by the patient ايه هي ايه هي the indications of fixed retainers اول حاجة maintenance lower incisal protection during late mandibular cross احنا قلنا ان late mandibular cross بعمل late anterior crowding وافضل indication او افضل استعمال فيها الحالة بيكون fixed retainer تاني حاجة fovolone closure opteismans اللي بتحتاج permanent retention وانا اشهر حاجة هتنفع معها هو fixed retainer maintenance or implant space ورابع حاجة prevention of opening of closed extraction space especially in adult patient advantages of fixed retainers ان طبعا اكيد بتقلل need patient operation بتقلل recall visits بتكون estatic اعلى ما بحصلش تشوق retainer زال اللي بتحصل في removal appliances ما بحصل ديجل انجلي تيس عالي زال اللي ما بحصل من ناحية الdisadvantages اللي لازم نحطها كويس جدا في الاعتبار ان هي اكيد بتبقى expansive اكتر مركوم بليكايت وبرون لدي مشكلة كبيرة لان لو اي incisor من retainer هيحصل لها misalignment مع الاسف زائد انه fixed retainer بمينفع لانفع لديهم bad or hygien لان زي ما احنا شايفين في الصور بيحصل building للكلكلاس و territor على الثير وده بيانترفير مع الهيجين اللي لو عملنا موديفكيشن زمعينا وده هنهرفها في انواع retainers types of fixed retainer ممكن تكون banded او bunded اول حاجة طبعا بيكون البندed يعني مش مستعمله اولا بي ممكن يزود الكيريز و ثاتيك مش كويس و بيجمع برضو بيانترفير مع هاجين دي disadvantages بتاعت البندed fixed retainer زي ما قلناش للسلاد اللي فتت اما بقى البندed فطبعا بيكون احسن انه completely invisible from the front وما فيش time gear بين remover flexed appliance وان انا اعمل bonding لريتينر ممكن يكون لسه مركب البريس من بتاعتي وابدأ ان انا اركب الريتينر وبيقل الاكيدة التفصيل كمان شوية اول first form هو multi-strand او twisty flexed retainer من اسمه multi-strand يعني اكتر من strand من wire بيكون braided genus h other زي ما الصورة مبينة وكمان narof pardon flexibler بيكون hydrated or dead soft علشان يمنع الشيء بمور او يشيلها اصلا فاقدر ان term non-tis won't move fishel sorry ve lobe bonded link or retainer زي ما احنا شايفين في الصورة بيكون على شكل half review في مدين modification اتعاملت مخصوصة عشان حتة oral hygiene وقدر renybation تستخدم الفضوط في شكل اسهل بكتير ثالث نوع هو mesh pad retainers wire mesh packing بتبقى زي فكرة تعالفين مش بتاع البركت هي زي الفكرة دي وبيكون متوصل معها wires fiber reinforced system use glass fiber from woven fiber glass fabric or fiber bond بيك manufactured fixed retainer the new type and digitally manufactured and they can now be bonded on the tooth ومنمون مميزاته الخطيرة جدا انه strong durable and tooth colored and more anatomically adapted retainer دي صور تاني للبيك تعال با نتكلم عن شوية كلان الكلباء ازاي هنثبت التور المختلفة لتثبيت البيت اول طريقة انحنا نستعرفين ستباريتور هنستخدم هنحطها بما بين التيت بالشكل ده وهنبدأ انحنا نحط الريتينر ونثبته وننحط الكمبوزت ونعمل كيوريك التاني طريقة وطريقة الفلوس بنعديه وفيه فيديو مفصل للطريقة دي ده الوقت الفيديو نشوفه كده مع بع بدأ انحنا نحط الفلوس هون الاول نعديهم الكونتكت بعد كده حطينا الريتينر بدأنا انحنا ايه نعدي الفلوس مرة تانية من برة حتى ما وصلنا لشكل ده ها ضربا ان انا اعمل الكمبوزت بتاعي عندي اشترك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وملاح ضربة نانسي قنقر بالترجمة نانسي قنقر انذي ق تعمل ان bipolar ترجمة نانسي قنقر جهeki concrete وкам من la طريقة دي بولي إثيلين ثرمو بلاستيك بلايد فور إن دايريكت بونتك طريع دي بتستخدم الواكس كلم بقى شوية عن رموغو الأبلانسيز نبدأ كلامنا بهولي اللي هو مستقوم اليوزي ريتينر اللي التعامل عن طريق شارلز هولي ستة 1920 هي الأدفانتجيز طبعاً أقدر الناس عمل دين دافلوس براحتي مش بيعمل كاريز أبردونت أبردونز زي اللي بحصل في الفيكسد ريتينر أقدر إن أنا أزود كمان عليه حاجات سبرينج فنجرز كده حالات الدي بايت بيشنت أحط انتيري بايت بلين حالات الاوبان بايت بيشنت أحط بستيري بايت بلوك أقدر إن أنا أتعامل معي وبقدر إن أنا أعدل في براس انها البراتر طيب كونسيومنج والكروس أوبر واير اللي بيعدم في كونتك تقري مبين اللي سنتين ممكن نفتح الإكستراكشن سبيس وعلشان كده بنعمل ليه موديفكيشن هتكلم عنها أكيد الثاتيك انزي الثاتيك وبيأثر على الاسبيتش شوية ممكن مع الاستخدام للون بتاوي يتغير أو يأبزور باد اودرس أول موديفكيشن هو الإكستراكشن كيز لتعامل ليبيا البو سولدر لإادام كلاس بحيث إن ما بقاش فيه كروس أوفر واير عشان ما نفتحش الإكستراكشن تاني حاجة هو ده بيكون بدل ما يكون شورت ليبيا اللي والواير عدي من بعد القناين بين القناين بريمولر لأنا عديتهم بعد القناين بريمولر عشان إكستراكشن سبيس فتت ليبيا البو عشان يبقى فيه مور كنترول على الانتيروتيت وبيعزز الميكانيكا الريتينشن راب الراوند ريتينر ده بيكون الواير اللافف من لحد الدست مولر وبيعزز تاني الانديكيشن بتعضو البردونت البريدونت البريدونت تتيس تجدر حالات الباشينت اللي عنده إيه كمبروميز بردونت باندر ليندر ده بيستعمل إن البريمولرز والمولرز بتكون أكريليك فري والسكتور بس هو اللي بيحصله ستلين في الأوكلوجين ورتنشن will only be necessary في الانتيريور سكتور سرحان او قول واير ريتينر ده كله بيكون قول متل مفيش فيه أكريل خالص وده فكرة برضه تعملت عن طريق دكتور توشيو هاريما اما الوقت ينتكلم عن الفاكيوم ريتينرز اللي بتبقى إيزو الفابريكيت وشكلها حلو والبيشنس بيحبوها بس مشكلتها ان الديرابيلت بتاعتها مش عالية زي الهولي تجوز اماتيريا لكده شوية الماتيري بتاعتهم تتعمل من بولي اتلينك و بولي بروبلينك و بولي مر البولي اتلين متتفاوخ البولي بريم في كل حاجة ان اقدر ان اتزود عليها اكريل و اعمل عليها موديفكيشن الستاتيك احسن و الوي ريزيستانس اعلى بس مشكلتها انها لس ديرابيل و فليكسر الاسكس اللي هي البراند نيم حاجة بتتعمل الفاكيوم في منه نوعين منه طائب اي و فيه سي بلاس طائب اي قادر نعمل فيه اتاتشمنت و مكانك ريتينش متعته كويسة و فيه منه سيفرال جيجز و اقدر اعمل منه كنان اللي كان ريتينو و الثاتيك فتاوه عالي و بيكون سي بلاس لاكس بنتيني يتكلم عن الاكتب ريتينور هل ريتينور بتاقي اللي هو اللي اقولت في التعليف ان هو بس بأرسنتي قبلينس اقدر يساعدني ان هو يبقى اكتب يعني ايه اعني انا مثلا في الريتينش مفيزة هو حصل مع شوية حلها ازاي بقدر ان انا حلها عن طريق ان انا استعمل ريتينور ده كاكتب ريتينور فيما انها بتتعامل اصلا من الاول اكتب اول حاجة هنا حيات اللي هو انسيزور انا اخدت امبريشن للبيشن و عملت قصت و جيت عالقصت ده عملت سوينج و دفكرة الموضل وضاي و عملت تصحيح لالكوريكشن للانسيزور بوزيشن و عملت الكليب امرتيناء جيت بقى في البيشن تنوص عملت ستريبنج ان الوقت كان ستريبنج في الريتينشن فيزموش بغض نظر ان انتغلونا عملنا في الريتينشن و لا نهبطي في الريتينشن نعمل ستريبنج و في الوريد ابليكيشن و انا حط الكليب امرتيناء فيقدر منه يزبطها لي ثاني حاجة لها اكتب ريتينور طبعا ما استعمله ان لدينا الكوريكشن اشيبت بيرسترينج الاربشن اف المجزاري تيث بوستيرولي ام داريكتنج الاربشن اف المنديبرور تيث انتيرولي عندنا كمان اسامو اكتب ريتينور ده بيكون من الفاكيوم بتعامل من 2 ليرز و بستعمله كاكتب ريتينور سبرينج الليينر يوز توكريكت ان ريتين مينور انسيزور ريجارتس ستش اسمبل كرودنج ان دراتيشن ابريلابس اوكير افتر اصنطق تريت الاربشن 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 ده التينور ده has acrylic blade with two buckled steel arms وبقدر ان انا اركب الاربشن على ال 2 هوخس من قدام فريد ان يسهل لي حتة انه يصلح لي البيعدل small rebounds اللي حصلت like anterior proclination and space closure كوريك ده جمع مبين ثلاث افكار منصركم فيها انشي اللي هو الاربشن وأنه سرحان للمكنش في أكرير خالص وكمان اخد فكرة من ال spring aligner self activating gloop generate minor tooth movement, close to the cladism canine to canine clip on variant when wrap around great advantage that it can be used around regular incisors if mild crowning has developed after treatment memory retainer meme red or passive retainer that become active appliance at the moment relapse occurs due to poor co-operation 6 retainer rebound cases بقدر ان انا برضى ممكن اعمل هول وعلى البطل واندر ان اصلح ل small rebounds in order to accelerate the movement we must do some stripping on the toes we want to move وبكده نكون خلصنا بكلام عن retainers واختتمنا كمان part 1 من السمانور وهنتكلم في part 2 عن case concentration وهل stability absolute or not 페эт كلمة hospitals ت gosh بца شبك عليا ان